والآن سأعطي كلمة لألجي بونغا شكرا لك سيدي الرئيس مرحبا بك أعتقد أنها فرصة رائعة لنا جميعا لك نسمعك الآن شكرا لكم أولا سيدي الرئيس أود أن أشكركم على مشاركاتكم ودعوتكم لهذه القمة وكذلك الشجاعة للقيم بشيء من هذا القبيل أنتم وفريقكم تستطيعون الحصول على التقدير لهذا أنا لدي مدة ثلاثة أسابيع لتولي هذه الوظيفة ثلاثة أسابيع تحني أن شهر العسل الخصبي قد انتهى سوف أبدأ في العمل الجادة هذه مؤسسة أنا أقدرها لغاية وتوليت هذه الوظيفة وأنا مدركا للتحديات التي يجب أن نعمل عليها وأعتقد أن التطور بوضع خارطة الطريقة ومجرد البداية هناك المزيد يجب علينا أن نقوم به وأعتقد أن ما تغير بالنسبة لي هو أنني عندما أجتمع مع ناس يعتقدون أن التحديات يمكن تحويلها إلى فرص ويتعاملوا مع المسألة بتفاؤل فعندئذ أشعر بأننا إذا اجتمعنا كلنا معنا يمكن أن ننجح وبالنسبة لي أكبر تحدي هو أن النصف الجنوبي من الكرة الأرضية لديه أكبر عدد سكان من الشباب دعونا لنا أن نصفهم من الفتيات والنساء ولذلك في النساء والفتيات تلك المجموعة لدينا إمكانية كبيرة للمستقبل ولدينا الأمل في فرص للأجيال القادمة المشكلة هي أن هذا ينجح فقط إذا تمتعوا بمستوى معيشة جيد وجودة حياة أثناء نموهن مما يعني المياه نظيفة، هواء نظيف، طاقة، صحة، تعليم وكذلك فرص عمل فرص العمل هي أفضل سبيل لإنهاء الفقر ووضع المصمار في نعش الفقر خلق فرص العمل ما يجب أن نركز عليه وأعتقد أن جزء من عادة تعريف رؤيتنا ومهمتنا كما قالت السكرتيرا ألن رؤية البنك الدولي يجب أن تتطور كي تصبح نعم سوف نخلق عالم خاليا من الفقر ولكن على كوكب قبل للحياة وكوكب قبل للحياة يعني أننا سوف نتعامل مع الجائحة، الهشاشة، تغير المناخ، أمن الغذاء، أمن الطاقة أشياء تقلل من قدراتنا على التمتع بحياة جيدة وتمتع بالتفاؤل أمن بأن هذه الرؤية تواجه أزمة تخلق تحديات كبيرة لذا أعتقد أن الوقت مهم للغاية في الواقع نحن في وقت حارج للغاية في تاريخ البشرية والكوكب ويجب أن نكون مدركين حقيقة التوسع وتكرار التجارب الناجحة بحيث يكون لدينا قدر كافي بأوريكا نفعل ذلك وإذا نفعل ذلك بسرعة على نطاق واسع فإننا بذلك نحبط كل طرف مشترك معنا في مؤسستنا سوف أكون عمليا بشأن ثلاثة أشياء أرى الرئيس مكرون أنك قد أشرت أنك تريد أشياء ملموسة هذا يعني أتحدث عن ثلاثة أشياء على مدار الأربعة وعشرين عام الماضية أولا هناك مجموعة أدوات لتعامل مع الأزمات والكوارث وهذه مجموعة أدوات للاستعداد والاستجابة والتعافي من الكوارث كيف نفعل هذا؟ سنساعد الحكومات على أن تبني أنظمة طوارئ متقدمة كي تتمكن الاستجابة في اليوم الأول وكذلك تقديم أنواع جديدة من الضمانات لمشروعات التنمية وكي تعود المشروعات في المصاري الصحيح بسرعة ونحن نفعل ذلك في بيرو وجامايكا ونريد تكرار هذه التجارب النجاحة في أجزاء مختلفة من العالم كذلك يعتمرون للدول لكي يستمكن استجابة الطريقة لذا يمكن النفاذ بسرعة للأموال النقدية وكذلك تغيير الديون وطريقة إعادة سداد بحيث لا تقلق الدول على فطورة الديون وكذلك وجود تأمين على الكوارث بهدف أن هذه التأمينات سوف تكون لصالح الجميع وهذا سوف يعطي القدرة للدول للتعافي دون الإضافة إلى الديون الموجودة لديها بالفعل ولقد تحدثنا عن هذا الأمر عدة مرات في الأهم القادمة عندما تحدث الكوارث فإن القضاء يقلقون على الشعوب وعلى المجتمعات ويركزون على الطاقة والمياه والغذاء وهذا أمرا صعبا وتكون هناك خسائر في الأرباح والأرواح لذلك هم في حاجة إلى مساعدة مؤسسات مثل البنك الدولي ونحن نحاول أن نفعل هذا نحن ندرك أنه ليس هناك حل وحيد يناسب الجميع لذلك لدينا مجموعة أدوات مختلفة نختار من بينها ثانيا أنت ساعة تانية على إطلاق مسألة استثمار القطاع الخاص نعرف أننا في حاجة إلى تريليونات سنوية للتعامل مع هذه التحديات وأعرف أن بنوك التنمية وعلى الرغم من كرامة الحكمات وكرمها فإنهم لا يستطيعوا تقديم كل التمويل المطلوب لذلك نحن في حاجة إلى القطاع الخاص جهدا على مدار السنوات لم تقترب مما نحتاج لتقديمه كنتيجة لهذا نحن نتبع نهج جديد نحاول أن نخلق معمل لاستثمار القطاع الخاص لتحديد العقبات والقضاء على تلك العقبات التي تمنع عمل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة ونحن تحدثنا عن مصار يمكن أن تعمل عليه مؤسسات القطاع الخاص إذا خلقنا هذا المصار بطرق معيارية وموحدة نستطيع أن ننجحها أكدنا كذلك على أهمية التركيز على الطاقة المتجددة في الانتقال من الطاقة إلى نوع آخر وأهم شيء وهذا مهم بالنسبة لي الفكرة أن نحصل على أفكار وليس التقارير أو فيديوهيك عندما نجتمع كل شهر سوف نتلقى أفكار نعمل على هذه الأفكار إذا نجحت جيد إذا لم تنجح نتحرك مع أفكار أخرى إذا حصلت على ستة أفكار ناجحة سننجح وهذا ما نحاول أن نحققه كما تعلم مارك كاني وشيتي بيريرا هم يقودون هذا العمل وهم سوف يعلونون كيف سوف تتكون هذه المجموعة وأنا ممتن لهما لقيام بهذه المهمة وجزء الأخير هو قياس مخرجات المناخ كما كنا نقول نحن روينا جزء من قصة المناخ تحدثنا عن عدد الدولارات التي نوفرها وليست النتيجة إذن ما نقوم به الآن هو أن نبدأ مبادرة جديدة مع مؤسسات تمويل متعددة الأطراف لكي نقوم بقياس مخرجات إجراءات المناخ التي تأخذها بالنظر إلى حجم الدولارات التي ننفقها وكذلك قياس الأثر لهذا التمويل انخفاض في انبعاثات الغازات الدفئة الهدف النهائي هو أن يكون لدينا منصة لمخرجات المناخ نطلقها في قب 28 هذا العام والعمل سوف يبدأ هنا في باريس في الاجتماع الذي عقدناه ورأسته لدينا كثير من العمل وهناك ثلاثة نقاط هامة هنا أنا مهتم بالمسائل الملحة مثل أزمة الديون وأعتقد أن التقدم مع زنبيا هائلا ولكن لدينا تحديات علينا أن نعمل عليها أنا ممتن للفرصة التي أتحتوها لي بالتواجد هنا وشكرا لكم لإعطائي هذه الفرصة شكرا لكم